هذا الحيض هو سر قوة المرأة هو من خصائل التي جعل الأم هي أعظم الناس حقا على الولد وجعل الجنة تحت أقدامها لأنها تحمل ما لا يحمله الرجال كل الرجال المرأة إذا حملت فذلك عنوان القوة لأن الذي يحمل في أحشائه الرجال هو إنسان قوي فالله أعطى للمرأة هذه القوة التي بواسطتها تحمل وتصبر على آلام المخاض وعند الولادة سنة مهمة وإذا كانت تحمل معناها ستكون أم ولكنت أم ستربي وتربية والي الأبناء هي أعظم وظيفة في الحياة إحنا الآن ما يلف الدار من أن تمشي للكارت ناسيونال يديروا المهنيد والها بيدون أي معناها وظيفة صان صان واللي المرأة التي تولدها تربي الرجال ويخرجوا المهندسين اللي يخدموا البلاد والوزارة والأطباء والفلاحين والرجال والزهاد والمصلين والقانتين والعابدين هذه بدون الله الله لو أنصفت الدولة المرأة التي تعمل في البيت لجعلت مهنتها ربة بيت ربة بيت ولو أنصفتها الدولة اقتصاديا لجعلت لها وهي في بيتها تربي الرجال مقابلا كما جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتصهر على تربية الولد ولكي يحظى الولد بكل احتياجاته بصندوق خاص يكون ريعه مخصص للأطفال كما فعل عمر والآن أوروبا والغرب كلهم ينادون عقلاء الغرب ينادون أن البيت حينما فرغ من المرأة أحدث فراغا مهولا فلابد لنا أن نعود إلى عصر الأمومة مارلين أو مورو عشيقة كينيدي لما أرادت الانتحار كتبت رسالة تقول فيها من هذه الممثلة الشهيرة عشيقة كينيدي إلى بنات حواء في العالم إلى يوم القيامة سلام عليكم لا تغترن أبدا برؤيتكن لي أمام الكاميرات أبتسم فابتسامتي تخفي حزنا وشقاء دفينة لأنني إنما أبتسم ليس بمراضي وإرادتي إنما أبتسم بإرادة من يحركني ويستغل جسدي ليجمع المال استغل جسدي لكي يكون سلع على الشوزي في كاسيون دولاتر اماء أردتني الشيء ولذلك أنا كنت نتمنى باش نعيش أم وزوجة لكن حرمت من ذلك وها أنا أضع حدا لحياتي فلا ينبغي أن تكونوا عياذا بالله ضحايا مثلي أتزوجوا وعيشوا تحت كنف رجل وعيشوا موات وديروا الولدات أنا تحرمت ما تكونوش بحالي ما يغرركم أصحاب الفلوس ما يغرركم أصحاب السينما ما يغرركم أصحاب التليفزيون هذه الضحقة التي تشوفها تخفي آلاما وشقاء داخلية لأن الروح التي خلقها الله لا تسعد إلا بطاعة الله ولما لم نكن من طائع الله تعالى وأعظم الطاعات الزواج شقينا فلا تشقينا كما شقينا هذه الرسالة أنت وحدا اللي كانت عايشة ملكة المال والشهرة الفلوس لأن قضية البيت والأمومة والزوجية لا يعوضها شيء ولو المرأة اللي ما تزوجتش وجالها الخريف وكبرت وتبقى بوحدها موينتي تموت بوحدها الراجل اللي يكبر وما يتزوجت شام موينتي يموت بوحده ما كاش اللي يدفع عليه الباب ما عارتوش من اللي فرنسا الوقيت اللي كانت في 2007 جاءت الحرارة مرتفعة 700 مية ضربة وحدا خاصة للرجال الكبار الذين لم يجدوا في حر الصيف من يمد لهم شربة لكي يطفعوا ضمأ حناجرهم وقال فيما ساركوزي قالهم فرنسا عاشت أزمة أخلاقية هذه العام ولذلك سبح لي المرأة هذه الوظيفة انتها بغاية توظف من بعد وتبشي معلمة وتبشي كذا وتقدر توفق بيناتهم وبغاية راجلها بالراسهم هي يزدت على روحها أما المرأة الأمومة هي أعظم معاني التي بثها الله في الخليقة المرأة سبعة عشر أنت عن الناس يصبح مع الصباح يسلمونها على الرأس واحد يقدم عليها واحد يسلمونها على أيدها واحد يسلمونها على رجلها فدور انتعى المرأة في البيت الولادة كيسمونك يقول لك واش مرأة هي أهل أغيتي ولد والتربية والأمومة والرحمة والعاطفة والإرضاء كلها لا يقوم بها الرجل إنما تقوم بها المرأة الرجل يعاونها نعم يعاونها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر